قبل بدء الميران اللي هي ما بتجيبشي إصابات اللي أقولك أصلوها في التسخين ما سخنش كويس أو داس على نفسه في تدريبات تقلل فرص إصابة اللعب اسمها كده تدريبات حماية قبل التسخين المباراة وفي مرحلة ما قبل بدء الميران حتى الجزء البدني منه أعتقد أن الراجل هيبقى جايب معاه أحدث موديل جايب معاه كل الكاتالوجات الجديدة ومن ثم أكيد هيكون في معادلة كان يحتاجها النادي الأهلي بل والكرة المصرية جمعاء أظن كمان أو الأغلب من الظن وفي الحالات الإيجابية بيبقى خير يعني مش اسم ولا حاجة أنه لا هتلاقي مساحة من العمل قد يتحول العمل ربما لمشفى خاص كده كما نأمل على يصار حجرة الملابس أو يمنى قد يكون هناك ما يسمى اليوم الكامل صحيح مش أن اللعبة تجيب شنطها وتيجي تقعد في النادي لكن أن يبدأ اليوم وينتهي عند الحكي حتى في فترات الراحة مع لقاء أسرة الفريق الناس بتقعد تتكلم في ملدايهم قد يزيد مساحة تثقيف اللعب احترافيا بقى لا يبزو الجهد في القيادة قد يعني يشير إليه بأن يكون لديه سائق أن يكون لديه مدير أعمال غير الأخ السمصار أنا أسف يعني إلا نادرا طبعا في نمازج مشرفة يعني وبالتالي أعتقد أن فيه يعني يعني أيضا هل هي أمور إيجابية اللي هتكتكلم عنه ده بيتفق مع ما هو مسجل لما بنشوف البيانات المذكورة في كل وسائل الإعلام والمواقع عن تاريخ لصارتي كمدير فني من أول الأمور اللي بيشار إلى أنها ارتبطت باسمه كمدارب أو مدير فني هي الشغل البدني المتميز جدا مع الفرق اللي تولى إيه بقى اللي يؤكد وأنا يعني كلمتك أو وصفك المناخ إيه اللي يؤكد بقى أن هذا القادم سيجد حوالي 99% من عناصر النجاح أن الإدارة الحمراء اعتادت أن تبدأ مسيرة التطوير والتغيير ولو حضراك فاكر قلنا مستر كوتي دور ريفي فيسا وآخرين يعني كرامر الذي يعني نشأ على ديه العظيم محمود الجوار رحمه الله وبالتالي لن يجد الرجل مقاوم للتحديث بل على العكس ربما كانت إحدى فقرات الحوار التليفوني إحدى بنود العقد هو تحديث كل شيء في معسكر الأهلي وتشخيص المشكلة اللي كان بيعاني منها الفريق في الفترة مؤكد علشان كده الحوار اللي أنا سمعته كده يعني مش نتاج سؤال مباشر أنه هيشكك في كل حاجة هو مش بيشكك مع حد لأنه عايز يدرس يعني ترجمتها أنه عايز يدرس كل حاجة عايز يضع من جديد يعني دستور للقرى الحمراء وشاف المناسب ويعالج أسباب المشكلات عشان ما تكررش مؤكد لأنه القادم يحتاج بناء الفريق مش كاملا لكن يحتاج بناء الفريق بمعنى أن أنت تجد ما لديك من لعبين مسجلين ثم تنظر في أمرهم ونراجع كلام الراجل في أجزاء الحقيقة ربما لم تحلل كاملة يعني لما تسأل أنت ما اكتشفت جريزمان والعدات سواريز قالوا ويعني طب وليه ما تقولوش أن أنا بأعطي فرص للشباب اللي عندهم الطموح عندهم الشخصية إذن أنا مش جاي يعني لمجرد أكتشف لعب وأزود مساحته لا أنا جاي أرى ما لدي من يعني أدوات أولا حتى عن الكلام عن الطريقة قال إن الطرق خلاص كلها معروفة ومهدومة لكن ماذا لديك من أدوات تنفذ هذه الطريقة أو تلك ومن ثم هو كده إدى يعني جرز للعبين هو أحد فيكوا يفكر أنه يجع على قوام أساسي وآخر احتياطي وربما ثالث لا رغبة في وجوده لا سأرى الجميع واستحب معاه سيديهات ومن ثم أعتقد أنه عشان كده ما بقاش فيه كلام كتير قوي عن التطوير والتحديث في جلب لعبين جدد بخلاف ما تم وضعه باستئناس بموقف سواء اللجنة الفنية ثم تولد كابتن خطيب ورؤيته مع سيد عبد الحفيظ وتحديد التعقدات اللي تمت بالفترة أنت هتلاحظ أنه حتى لو هناك ثمة كلام هتلاقي الراجل عرفه وقال أشوف الأول أو انتظره وده اللي يخلي 28 اللي كانت ممكن تبقى واحد أو 2 يناير بعد 28 ديسمبر وبالتالي القادم يعني ترتيب فريق كامل الانهاء من حالة اللاسلم واللاحرب في الإصابات والإعداد البال هناك لابس واضح عشان الناس اعتدت في قناة ولو أنها قناة نادي بحجم النادي لكن اعتدت دايما على الوضوح حتى في الفقرة التحكمية لا غضادة أن الرجل يقول فاول مش فاول على الأهلي أو ضده أو لي وبالتالي لا أعتقد أنه هناك مساحة من التجهيز تنتظر الأرجواني اللي أنا شايف وحضرك أولا حالك هنا عايز تقول بشكل مباشر هل تريد أن تقول بشكل مباشر أستاذ عصام أنه يبدو من أمور كثيرة جدا أنه لا كان في مشكلة محتاجة علاج مهمة جدا في الفترة اللي فاتت ظهري مؤكد مؤكد نعيز أوقف يعني بس أنت وانت جايب تتولى إدارة النادي الأهلي عندك ملفات كثير جدا عندك تركة عندك كمان أنك لا يمكن في النادي الأهلي على مدار تاريخه أن حد يطلع يقول الجندي هو السبب أو أصام له هو القادم فيقول إيه لا ده الأستاذ علي هو السبب أو الأستاذ الجندي يقول لا شوفه أصام عمل إيه فأنا أحاول أصلح هذه مطروكة خارج كل البوابات الحمراء ومن ثم أنت حاولت تقلل اللود بحلوة